تواصل وزارة الداخلية حبلتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 468 قضية مونية بمضبطات بلغت قرابة 112 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 17 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لاستلع الغذائية تم ضبط قرابة 80 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 15 طن أسمنت في وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 722 قضية من بينها 131 قضية خبز نقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 13 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 127 طن